اشتركوا في القناة عمر إبراهيم حافظ كتاب الله عمر إبراهيم مواطن مصري محدش يقول لي هو اتجاهه ايه ولا وانتباه الحزبي ايه ولا اتجاهه الفكري ايه مواطن مصري ابوه مصري وامه مصرية الحكومة او السلطة اللي اتميز بين المواطنين على اساس الفكرة او الانتجاه او الدين لا تصلح انها تكون حكومة يبقوا مجرمين لانهم بيميزوا بين المواطن على اساس الفكرة او الدين او السياسة عمر إبراهيم من يوم تمانية سبعة في الحرس الجمهوري اختفى مش اختفى مفهوم الاختفاء القصري او الانتهاك مصطلحات محدش تنفى مصطلحات متنفعش مع الحكومة المصرية الانتهاك او الاختفاء القصري مينفعش ده اقراف المواطن المصر اللي عمل فيكم ايه الاسف اللي ابعد عليه افرقت واطن المسلحة البواسط والشرطة الاشاوس اللي بيكلوا من دمنا احنا الشعب المصر هم اللي خطفوا اولاد وبتعملوا بيهم ايه يعني انتوا خطفينهم بتعملوا بيهم ايه سيبوهم يفيدوا البلد ويفيدوا اهلهم عمر إبراهيم ده مواطن المصر عشان تعرفوا المعناهي الحقيقية اللي بتعيشها الاسرة او تتخيلوا ان احنا اللي زعلنا عشان الحج الحج ابو عبد الحميد لما بتكلم احنا هنحزن شوية وهنفوق محدش هيحس بالمعناه غير الام والام والاخ والاخ دولت اللي هيحسوا بالمعناه الحقيقية لو الدنيا كلها بكت وفضلت تبكي لما سمعت الراجل بتكلم لا يمثل قيمة واحد في المية بس بالمعناه اللي هو عيش او حاسس بيها لانها ملازباء تتخيلوا ام وعمر اصحى مرة بالليل قالوا يا اهم تقول انت فين يا ابني يا حبيبي يا دره انت عايش ولا موتوك بتاكل ولا ما بتاكلش لابس ولا ما انتش لابس بيعزبوك ولا لا ربنا انتقن من انت ظلمة ربنا انتقن منه امهم بتقول كده في جوف الليل دولة اللي بيشعروا بالمعاناة الحقيقية جدة عمش زنبها ايه هنا تتعزل عمش زي ما فيه قصر كلها لها واحد وثلاثة وثلاثة عمش مفقود اخوه عبد المنعم محبوس من سبعتاشر ثلاثة اخوه التاني طالب طفلي فقول له سنوي مطلوب انا بقالي محامي بقالي سنة وشهرين من يوم فقد عمرا مروحتش مكتبي حد هيقول لي ما تروحش كفاية على امي وكفاية على زمتي ثلاثة ما بروحش البيت وما بروحش المكتب ده مواطن نصري احنا لنا حق في البلد دي دي بلد المصريين احنا مش اجانب احنا مصريين احنا عايزين حقنا عرفونا بس اولادنا فين حق يعرف ان هو فين اعرضوا على النيابة قول لي هو مات واستلم جسده ارتاح اعرضوا على النيابة ويدي له اعدام بس ابقى بشوفه وزوله اخوه اللي محبوس ما بيمثل ليش مشكلة رغم انه في قمة الظلم بس ما بيمثل مش بشوفه بروح ازوره واحضر معاه ما بيمثل ليش مشكلة اللي بيمثل المشكلة الحققية اخوه المفقود وتعرفوا للأسف انا حزين ان يبقى فيه في مصر مؤتمر عشان ندور على المفقودين مفقودين في مصر بلد الازهر بلد الاسلام بلد العمم بلد المقازن فيها مفقودين مش عارفين هم فين حرم عليهم انا في النهاية بقول لي احنا هندور على حققين على أولئنا وهنطلب بحققنا وهنعلي صوتنا هنسمح صوتنا للعالم كله الحكومات العميلة ما بتسمعش هنسمعها هنسمع شعوب العالم كله القضية